موسيقى 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 وقال لهم سلام لكم فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم انظروا يدي ورجلي اني أنا هو جسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم أعندكم هاهنا طعام فلاولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل فأخذ وأكل قدامهم وقال لهم هذا هو القلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم أنه لابد أن يطلب ما جميع ما هو مكتوب عني فينا موسي موسى والأنبياء والمزامير حينئذ فتح ذهنهم ليظهموا الكتب وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث وأن يقرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئا من أرشاليم وأنتم شهود لذلك وأنا أرسل إليكم موعد أبي فأقيموا في مدينة أوروشاليم إلى أن تلبسوا 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 قوتان من الأعالي وأخرجهم خارجا إلى بيت علي ورفع يديه وباركهم وفيما هو يباركهم إن فرد عنهم وأصعد إلى السماء فسجدوا له ورجعوا إلى أوروشاليم بفرح عظيم وكانوا كل حين في الهيقل هو القسم الأول من القدس الإلهي قسم القراءات الآن يبدأ القسم الثاني من قسم صلاة الاستغفار صلاة الحساء وفيها يطلب بطة المخريان المغفرة بنفسه وللشعب قبل أن يقدم من الزبيحة الإلهية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نصلي جميعا ونطلب من الرب الرحمة والحنان أيها الرب الرحيم تعطف علينا ورحمنا الضولة حين الضيب من ساتة التلتة تعصر بمديتة حفظتة وتماذاك تسد فرقنا وثياب العيبتة يا شبح ويقر الحمدشاء بأس الشكر والخلاص الذي أجزا بطة الجرجلة أهرق على عود الصليب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أمام الرب الرحيم وأمام متحه الغافر أمام هذه الأسرار القدوسية والإلهية مقدم البقفور من يدي أبينا المخريان فلنصلي جميعا ونطلب الرحمة والحنان أيها الرب الرحيم ونطلب الرحمة والحنان 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 إلى وسط لك شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة أصحاب الغبطة والنيافة والسماحة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة